موسيقى استكمالاً لسلسلة تدخلات الإغاثية التي أطلقها البنك الوطنية لتخفيف أعباء الحرب على المواطنين في كافة المناطق الفلسطينية بدأ البنك حملته بتوفير 60 طن من المواد الغذائية للعائلات الميسورة في محافظات الضفة الغربية نستكمل اليوم سلسلة تدخلات الإغاثية التي أطلقناها الأسبوع الماضي لصالح غزة واليوم نبدأ بالمرحلة الجديدة والمتمثلة بتوزيع 60 طن من المواد الغذائية في مناطق ومحافظات الضفة الغربية المختلفة وذلك للتخفيف على العائلات الفلسطينية المتضررة جراء الوضع الاقتصادي الصعب الذي تلع الحرب سيكون لنا تدخلات أخرى في غزة وسنستمر بتقديم مساهمتنا الاجتماعية الإغاثية وانطلقت الحملة من محافظات جنين على أن تستكمل في الأيام القادمة في محافظات تول كرمة ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل بالشاركة مع كل محافظة منها والتي ستقوم بدورها بتوزيع الطرود الغذائية على العائلات الأكثر احتياجانا هاي الدعم اللي من البنك الوطني أخلج صدور الناس اللي هم المحتاجين كما نشكر القطاع الخاص اللي هو بساهم قدر المستطاع أنه يمد إيدي العن والإغاثة لكل المتعففين في محافظة الجنين ولكن نحن تعرف المجتمع خاصة بالاقتحامات لمحافظة الجنين والاشتياحات المتكررة أنه عدد المحتاجين كبير جدا نأمل من باقي البنوك أنهم يحذوا حذوي البنك الوطني في تقديم المساعدات للناس للأسر المتعففة والمحتاجين وضمن برنامج المسئولية الاجتماعية في البنك الوطني بدأ البنك الأسبوع الماضي تدخلاته في قطاع غسة بتقديم آلاف الوجبات الرمضانية الساخنة يوميانا ترجمة نانسي قنقر